فودي يقدمه لنادي الزمالك وبأكد للجمهور ان ما فيش ولا واحد قاعد في وسطنا من الكباتن والاسادزة للمسشار مرتضى يعني لسه اذكرهم من دقايق عايز اي حاجة من نادي الزمالك الا حب نادي الزمالك بس كلنا بنحب نادي الزمالك وكلنا بنتمنى ان احنا نخدم نادي الزمالك من اي مكان وانا يعني لسه كان فيه يعني ام السلام عليكم نطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لماذا لم يطلب مجلس الاهل تعيين حكام اجهل باللقاء برامدز مصدر يكشف ثلاثة اسباب يترقب عشاق الساحر المستدير المواجهة المرتقبة بين النادي الاهل وفريق برامدز في نهاية كأس مصر والتي من المقرر ان تقام يوم العاشر من ابريل على استد القاهرة الدولية الاهل يكشفه بسبب عدم طلب الاستعانة بحكم اجانب اللقاء نهاية كأس مصر حيث كشف مصدر مطلع في جهاز الكرة بالنادي الاهلية عن سبب عدم تحرك القلعة الحمراء من اجل المطالبة بتعيين حكام اجانب للقاء برامدز في نهاية كأس مصر وقال المصدر في تصريحات خاصة النادي الاهلية يرى ان التحدي الكرة هو المكلف بتعيين حكام لنهاية كأس مصر كما ان افريقا برامدز كان قد طلبت عيين حكام اجانب اللقاء ولكن تم تجاهل طلب الفريق السماوي وكشف كان على التحدي الكرة تعيين حكام اجنبي وتحمل قيمة المقابل الماد لهذا الطاقم منذ فترة ولكن لم يحدث واضاف الاهل لا يمنع واسند نهاية كأس مصر الى حكام المصريين ولكن سوف يكون هناك تدخل حال تعيين اسم لا يتسم بالحياد انتهى الامر في الاهل ثلاثة اسباب دفعت الخطيب للتوقيع الرسمية مع افضل مهاجم بالدور المصرية تمكن مجلس ادارة النادي الاهل برئاسة محمود الخطيب من الحصول على توقيع مهاجم وانتخب مصر افضل مهاجم في بطولة الدور لمدة اربعة سنوات الاهل يتخلص من صداع الزمالك ويحصن الاتفاق مع القناص لمدة اربعة سنوات حيث اتفق مجلس ادارة الاهل مع محمود كهرباء مهاجم الفريق على التوقيع لمدة اربعة سنوات جديدة مع تعديل قيمة عقده من الناحية المالية وذلك من اجل مساعدته بشكل قوية في ملف غرامة نادي الزمالك ويبقى هناك ثلاثة اسباب دفعة القلعة الحمراء الى هذا الاجراء المميز مع محمود كهرباء يرغب محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهل في حسب ملف غرامة كهرباء وتزديدها الى نادي الزمالك وذلك يوم العاشم لبريل المقبل لتجنب فرد اي عقوبات جديدة بشأن يقاف نجم الفريق مرتضى منصو سخرا من مدرب الزمالك بتسأل طاهر ليه سخرة مرتضى منصو رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك من احمد عبد المقصود المدير الفن السابق لفريق الكرة بالنادي وقال مرتضى عبر شاشة قناة الزمالك في مباراة الامس امام المصري الاخ عبد المقصود ترك باقي الجهاز معاون وذهب ليستشير ايمان طاهر مدرب الحراس ايمان طاهر وضع حارس مرمى وانتهت مهمته مع علاقته بالاستشار الفني عبد المقصود وكانت قناة الزمالك قد اعلنت فشل المفاوضات مع المدرب الالماني هيرليتش بسبب اشتراته على الحصول على شرط جزائي بقيمة عقده في حالة الاقالة وعلن المستشار مرتضى منصو رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك عن الجهاز الفني والمعاون الجديد لفريق الكرة بالنادي وقال مرتضى عبر شاشة قناة الزمالك تم الاتفاق بالاجمع من اعضاء مجلس ادارة النادي على تولي عبد الواحد السيد منصب مدر الكرة واكمل عبد الواحد احد كبار نجوم الزمالك ولن نسمع في يوم انه ذهب ليتفاوض مع الاهلية كما انه كان رئيس لنادي سيناء ولديه الخبرة الكافية مرتضى منصور الامن والامان عاد لنادي الزمالك بعد خروج من السجن قال مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك ان الامن والامان عاد الى القلعة البيضاء مرة اخرى بعد خروج من السجن مشيرا انه لن يسمح بعودة الفاشلين والساقطين الى النادي مرة اخرى واضاف مرتضى منصور في تصريحات لقناة نادية غبت عن النادي الزمالك لمدة شهر وكان عدد من اعضاء الجمعية العمومية في النادي في يوم زي النهردة خمسين شخصا فيما بعد عودة مرة اخرى يتواجد حاليا في النادي ما يزد عن خمسين الف شخص وتابع انا اسعد واحد اليوم بعودة اعضاء الجمعية العمومية مرة اخرى الى نادي الزمالك عاد مرتضى منصور وعاد معه الامن والامان الى النادي واتم انا شخصيا وعضاء الجمعية العمومية لن نسمح بعودة الفاشلين والساقطين مرة اخرى الى النادي وهذا امر منتهي اتعلم يا هلال السودان اول قرار من برامدس بعد اقامة نهاي كأس مصر امام الاهلي بخمسين الف مشجع في الوقت الذي اشعلت خلاله درة فريق الهلال السودانية النار على النادي الاهلي بدون سبب مقنعه منطقي بعد قرار حضور خمسين الف مشجع للقاء الفريقين في الجولة السادسة من دور المجموعات للبطولة الافريقية علق محمود فتح المدرب العام للفريق برامدس بنوع من الهدوء والاتزان على انباء قمة نهاي كأس مصر بحضور الجماهير وقال محمود فتح الله المدرب العام لفريق برامدس في تصريحات نذاعية عبر اونر سبورت اف ام الكرة للجماهير ونرحب بشدة بخطوة لعب نهاي كأس مصر بحضور جماهيري كبير طالما ذلك كان في مصلحة الكرة المصرية واضاف رغم عدم امتلاك برامدس لسلاح الجماهير ولكن رحبه خطوة تواجد خمسين الف مشاجع في النهاي وفريق لن يتأثر بذلك وتابع حتى لو كل الجماهير في الملعب هتشجع النادي الاهلي ولكن اعتدنا على ان تكون الكرة للجماهير في اطار تنافسي رائع وواصل نهاي كأس مصر سيكون واجهة لمصر والكرة المصرية ويجب ان يخرج في افضل شكل من الناحية الفنية والجماهيرية يذكر ان النادي الاهلي كان قد تفوق على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في لقاء حسم تأهل المرد الاحمر لدور ربع النهائي في دور ابطال افريقيا ولعبت الجماهير الاهلاوية دورا كبيرا في الشد من ازر الفريق ودعم خلال تسعين دقيقة دون الخروج على الناص ثلاث طلبات من كولر في الاهلي قبل مواجهة برامدس بنهاي كأس مصر تسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي التقرير الفني الخاص بفريق برامدسا والذي يشمل كل المعلومات الخاصة بالفريق السماوي استعداد لموقعة الثنين المقبل في انهاء بطولة كأس مصر نسخة 2021-2022 وقال مصدر داخل النادي الاهلي ان المدير الفني للاهلي تسلم التقرير الفني بنقاط القوة الضعف في برامدسا وتسجيلات المباراة الفريق السماوي في الفترة الماضية والتي كان اخرها مباراة المقاولة العرب التي وقمت امس بالدورة وانتهت بالتعادل السلبي دون اهداف واكد ان التقرير يشمل اللاعبين المصابين في برامدسا واللاعبين المتوقع غيامهم عن الموقعات المرتقبة والحضور الجماهرية بناء على قرار المدرب السويسري مارسيل كولر واوضح المصدر ان كولر طلب تسجيلة لمباراة بيرامدس امام الزمالك في الدوري في الثالث من مارس الماضي والتي انتهت بالتعادل السلبية وبيرامدس امام فيوتشر ببطولة الكونفدرالية الفريقية والتي انتهت بفوز الفريق السماوي وتأهل ربع نهاي الكونفدرالية بلاجد دراسة الفريق السماوي بشكل جيد واضف ان المدير الفني طلب ايضا تقريرا خاصا عن نتاج بيرامدسا تحت قيادة البرتغالية جيامي باتشيكا والان عزاء المشاهدين اعتقدوا اننا وصلنا الى نهاية الحلقة ولكن قبل ان انهي حديثي استطرح عليكم سؤال وتمنى منكم المشاركة بارائكم في التعليقات ما هو سبب عدم حضور عادل امام عزاء والدين الشربيني لا تنسوا ان تشاركون بارائكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باولا وقبل ان ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي اشتركوا في القناة